طيب إحنا بعد التقريب بتاع الأستاذ إبراهيم المنيسي معنا واحد كان أنتيمك مين اللي كنت تحب استريح لما بتشوفه في الدفاع بيلعب؟ مهر همام مهر همام آه طبعا طبعا آخر مرة أكلمت وإمتى؟ ده لسه الأسبوع اللي فات الأسبوع اللي فات هو مهر لازم معنا في كل حلقة من الحلقات زي ما أخو مثلا قعد لنا حنشوف مهر هيقول إيه ونرجع رمضان بعتبر الأخ قبل ما يجي النادي الأهلي رمضان وهو في مصنع ستة وتلاتين آه خد بالك كان لعيب منتخب مصر وكان لعيب أساسي في خلال هذه الفترة فرمضان إحنا علاقتنا به قبل ما يجي آه علاقة حميمة من خلال المنتخب وعاز أقولك إن ستة وتلاتين أو مصنع ستة وتلاتين ده كان عنده لعيبة آه على أعلى مستوى يعني لو 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 نرجع للتاريخ كده حنلاقي رمضان كان نجم النجوم آه نادي مصنع ستة وتلاتين آه كمان إينه والله أرحمه آه لعيب المشهور الراحل المصري آه كمان كان عندهم شريف عبد منعم كان لعيب قوي جدا برضك آه التابعي يعني مجد عبد جواد أسماء كانت موجودة عاز أقولك إن العيب بتاع بتاع حلوان ده ناسيك حلوان ومصنع ستة وتلاتين واربعة وخمسين كان حاجة حاجة جميلة وآه ناسيك حلوان يعني آه آه فرق كانت موجودة في حلوان وكان فيه طفرة رياضية بشكل كبير فرمضان واحد منهم يعني أنا تذكر رمضان يعني آه ربنا وفقنا به أول رمضان كان رحنا الزمالكة وكان فيه معاد آه بينه وبين الكابتن حلمي زمورة وكان ناد الزمالكة عنده مبروة في اسكندرية مع الأولومبي وآه اتفقوا مع رمضان إنه ما حيرجعهم من اسكندرية يعودوا مع رمضان يخلصوا فرمضان من عدته راجل محترم يعني وراجل طبعا اندباطي آه راح بادر شوية راح ناد الزمالك وقعد وفتح له المكتب وقال له كابتن محمد حسن حلمي جاي راسي نادي بس هما لسه مخلاصينه مبروة واجين في السكة ما تعرفش إيه اللي حصل هما جيين في السكة اتعطلوا فاتصلوا بالنادي وقالوا نأجل المعادل لتاني يوم التاني يوم دي سبحان الله نصيب رمضان يجي النادي الأحلي اقول له رمضان طبعا مدور مع كابتن مصفى عبده المجري كابتننا كبير وإن شاء الله بإذن الله نستمتع بيك بحلقة جميلة طبعا في حاجات كتيرة جدا من الناس مستنيها عايزة تعرفها عن رمضان من ناحية الشخصية من ناحية المندبات من ناحية الأسرة من ناحية حبيبك اللي حواليك يعني محتاجين كل واحد يعني يقول كلمة جميلة كده في حق رمضان لأن رمضان فعلا من الإخوة الواحد فعلا أخه عزيز وطبعا عايز أقولك أنه مدرب كمان مدرب عالمي من مدربين يتقى كرفاء جدا لكن مش محظوظ فنتمنى للرمضان إن شاء الله بإذن الله في حياة التدريبية أنه هو يوصل الهدف اللي هو بيس عليه وربنا تديره الصحة ونور يا رمضان هتقول إيه اللي أولا فيه موقف ليك مع ماهر كتير قوي أولا طبعا ماهر أنت عارف أقولك حاجة كابت الصفا ما أعتقدش إن فيه مجموعة في أي نادي في مصر متواصلة عاشت مع بعض الحاجة 30 سنة ولا 25 سنة مع بعض أقدم إحنا الحقيقة مهر همامو مكتر مكتر وحمد الجمعة محمد عامر يعني وأنت كنت على بردك فترات شطة الحقيقة أنا كنا بسمينكم مجموط الفلاحيين شطة كان عنده طباخ على طول يعمل إيه بامية قدام بامية باللحمة وكبه الويكة دي أه وكنا نتكلم إيه؟ هلاع مثلا المقولين هلاع مثلا الإسماعيلي ده عندهم مثلا ثلان هو نتكلم كده وعنا كنا بنقول إيه لازم نخلص الماتش في أول ربع ساعة لازم نعمل كذا وإنت عليك كذا وإنت عليك كذا احنا خلي بالك اقول لك حاجة احنا عادنا فترة كبيرة جدا اول 20 دقيقة بتخلص المباراة يعني 1-0-2-0-3-0 ده فيه في افريقيا 3-0 في 20 دقيقة 25 دقيقة كتوكو اه طبعا كتوكو الاولين ده كانت فرقة ملهاش حل احنا ما شوفنا الفيديو مع الكابتون جوهر انا قلت ايه ده هنكسب الفرقة دي ازاي فعلى طول كلمت انا ورحطيبه مختار بطول هم مش عاوزين نسقط كتير لازم نخلص الماتش في او ربع ساعة لو ما خلصنونش هم هيخلصوا عليها فساد القايرة بذني لا طبعا